مساء الخير منذ بدء الخليقة وفيه سل موظيفي وهرم اجتماعي وحاجات بالتدريج احنا فاهمينها وفاهمين ان انت مهما كانت شولانتك او مهما كانت اللي انت بتمرسه فيه واحد اعلى منك وفيه واحد من حقه يبقى ليه سلطة عليك السلطة دي ممكن تكون من ابوك ممكن تكون من امك ممكن تكون سلطة لزابط في كمين بيسألك على اوراقك فانت بتقدم هالو سلطة المديرك ان هو يقولك على حاجة تعملها في الشغل عشان اخواتنا المعارسين يعني وانا بقدر وبحترم جدنا فكرة السلطة وانا بحترم فكرة وشايف ان ده منطقي لتوازن الكون اللي انا هتكلم عليه النهاردة مش السلطة العادية اللي هي المنطقية المفهومة اللي انا هتكلم عليه ان ناس اللي ليهم سلطة عليك وانت مش فاهم ليه اول الناس دي الست اللي في الشهر العقاري اللي عندها فوق ال52 سنة المليانة سيكا الست دي عندها سلطة غير محدودة يعني وهم في الشهر العقاري كمان بيمجدوها يعني ممكن تليموا عمين تمثال وبيمسحوا عليه كل يوم وبتاع اول حاجة الشهر العقاري انت تحسك في منطقة خطر الناس كلها سهلة تتعصب وسهلة الانفجار وسهلة الامس ودي حاجة غريبة جدا ممكن لحد يتقمس في الشغل دي انا مثلا واقف مستني الورق يخلص في الشهر العقاري انت مش من اولوياتها هي عندها اول حاجة هي هتقطع بصل هتخرج شوية ملوخية هتعصج شوية لحمة هتعمل 42 مكالمة تليفون اسناء كل ده مكانك فين انت بقى على الصفرة دي مش مفهوم يعني انت ملكش مكان في الصفرة دي ولو طالبتها بان انت عايز اتخلص ورقك خلاص بتقوم بقى تروح سهلة مش شغلة بقى مش شغلة هتبقى مش شغلة واللي هي خلاص هي مش شغلة وبتقوم وما بتلاقي حد بقى من زميلها داخل تقول الحمدلله حد هيعقالها يتكلم معي فاهمها ان احنا في مصدحة حكومية وان فيه ورق لازم يخلص تلاقي واحد بيخش روح مقى احنا اسفينة معلش يا مدام عفاف خلاص حصل خير وابقت عنها بقى غور بقى من قدامة ينعب وغور من قدامة دلوقتي وتلاقي واحد خلاص انت مش من حقك تطالب بورقك خلاص يعني عشان مدام عفاف المهاردة تبقنت خلاص هي تبقنت دلوقتي ما تبقنتش من البصل ما تبقنتش من الملوخية تبقنت منك عشان انت جاي معك ورقة وعايزة تختمها ومهما عملوا سهل لي ساعدني كل الشركات دي لا صوت هيعلوا فوق صوت مدام وتفر اللي ماس كالدونيا الممتلئة قليلاً اللي عندها فوق 52 سنة لفشال العكاري الشخص التاني اللي ليه عليها سلطة غير مفهومة او هو بقى فاكر كده الشخص اللي بيسلم عليها يا جامل سلم عليها يا يوسف علينا ده سلام اه ليه 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 السلام ليه ليه يا ابن النبخ ليه السلام كده و ليه وفجأة يعني ده بقى مسألة الاعلى في العادي احمد العوضي او احمد فلوكس اللي هو التستسترون الزائف ده الحاجات البسيطة يعني اللي هو ليه احنا نسلم يعني ده سلام اسمه سلام انت ليه بتبدأ حرب يا ابن النبخ ليه بتبدأ حرب وهو اصلاً تحسوا بيروح الجيم بيلعب حواجب وصابع يعني هو عشان هو عطل عملكين وبيلعب صابع عشان السلام وعشان يكفي بقى ستلات موبايلات عربعين علبة مريت أصفر ايربودز لابتوب صغير تلاعب مسك الحاجة وتلاقيه وهو بيقض هيقضت في حتة الحاجة مش فارقة معايا انت فاهم؟ بيمسك الحاجة يروح رميها ولو يا سامبا لو تلابيزة فيها بنات بيخش روح رمي يعني ممكن يشطها ايد ورجل يتف عليها يسبلها الدين مثلاً لو ايه كم الحاجات ديس مش فارقة معايا انا اعلى من كده وحواجبه اعلى من كده بطا ومن الناس برضو غريبة جداً اللي يهم سلطة عليه غير مفهومة صاحبة صاحبتك انا صاحبتي وخلاص انا الشخص انا مرتبط به اكيد فيه سلطة ما بيننا متبادلة لكن صاحبة صاحبتي اللي انا مضطرة اعقص لها ولو ما اعقص لهاش انت ايامك بنت مده وتقدم لها كرابين بقى يعني واحد صاحبك وسيم معه فلوس عيل صغير فتاة عزراء حمراء الشعر لازم تقدم لها كربان ما عشان ما تخليش حياتك جحيم وبرضو السايس ورا يمين شمال انزل هت المفتاح توكيل عام المفتاح هو توكيل عام وكلامي مع والدك مش معاك خالص او انزل مجرد من العربية دي وفيه الشخص اللي هو المجرد في الشغل اللي هو بيبقى واقف جنب المدير دي سلطته النهاردة تصادف نواقف جنب المدير ده بيفكرني عارف تميمة اللي بيبقى بيقع بطاطين وحاجات كده بيبقى فيه واحد واقف نهاردة بطنيتنا وحاجة من النهاردة بطنيتنا انت ايه لازمتك ايه يعني مثلا مديرك يقولك ايه ايه وقدامها الدية طب انا فهمت من اول مرة ليه لازم صد الصوت يعني من منفعة يا سريعك لا والاغرب من صاحب صاحبتك مفهومة الاغرب من كده صاحب صاحبتك دي لانا مش فاهم الناس تتقبلها ازاي لو انت بتعمل ايه هنا اصلا انت هنا ليه افتاز انت ليه مش مع زميلك اهو بيقيمك هو من عنده انت مين ادك الحق ده مثلا الناس اللي بتعمل المفوض نازي بتسليني انا طالع اتفرج انا جاي تزهقان كرح حياتي متضايق من صاحبتي وصاحب صاحبتي ومتضايق وعايز اطلع اتفرج على حد يفرفشني فالراج اللي بيفرفشني وبعد كده بيبتدي يبارس سلطاته لايك وسبسكرايب يا ابن المؤمس وحركة الاكسبلور اجراءات كتير قوي شعير افعل ايه افعل ايه ازاي ده وانت بتقمورني ليه انا جاي ببصر وصاحب بيهددك ام خالد مثلا يا جماعة خالد مش تطلع معي تاني ليه ليه ام خالد انا بعشة ام خالد يعني ام خالد دي بالنسبة لي التوب ويوم اما خالد بطلت تطلعه انا عيط انا عارف ان خالد عينه وارمة وكل حاجة بس انا ما عملتش حاجة انا كلما شو بقول ماشاء الله وبعدها دقيلك لما تقولي انا مش عامل النهاردة مش عامل لك جنباري يا خالد بقول ربنا وسع رزقك وتعملو جنباري كل يوم انا مرة بتفرج على ام خالد وانا نايم وامراتي جنبي وهي نايمة انا متوقع ان هي نايمة فانا قاعد سرحان انا وامراتي منتابعينها جدا فانا قاعد سرحان كده فبقول ايه ده ام خالد اسمها ايه لات مراتي نايمة اتلي دعاء بس سرعة الرد بتاعها خوفتني وخوفني اكتر هيبص على المبالي بقى لها ديه ان هي تبقى جاهزة بالرد كده وان هي مش تنايمة وانا قاعد براحتي على المبالي وانا مش تنايمة فانا خايف ان انا كان بقى لي فترة بشوف اللي هو الترند بتاع البنات اللي بيلبسهم امهاتهم وانت اموكو عندها كم سنة يا جدا امهات دي امهات دي امهات دي امش بداش امهات شيل دي وفي ناس بتاعوها السوشيال ميديا بردو يهجموك يعني تمام ماطاعد فريد شيكن لو مكنتش فيها التبقى خفت اش هايز اكون فيو اش هايز امّا خبّعك برضه مش اعمل محتوى تاني ماكبّفك باتعملش محتوى تاني وانت مصطفى محمود ايه اللي مش اعمل محتوى تاني باتعملش محتوى تاني يا جماعة في فيديو ده لو مجابش مئة الف لايك انسوا ما ننسى يا فادي اناس انت مين يا أصلي انسوا... اللبسينك بدا انسوا انسوا اللبسينك بتاع الفترة دي متخليش حد يركبك كفاءة الناس اللي ركبانا عادي في يومنا الطبيعي وما تخليش حد يعيش عليك أنا محمد عبد العاطي وده برنامج مع كامل احترامي